اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو المخبر عن السلامة والمجير من الذنب هذه احدى الفتيات الصالحات سلكت درب الهداية والخير ورقبت الله تعالى في اقوالها وافعالها ثم يسر الله لها شابا صالحا مستقيما فتزوجها وعش معا حياة هادئة طيبة في ظل طاعة الله تعالى والتزام اوامرها ويقدر الله تعالى ان ينتقل عمل الزوج الى مدينة صغيرة فانتقلت الزوجة مع زوجها الى تلك المدينة الصغيرة واقما سويا هناك وحملت تلك المرأة الصالحة في تلك المدينة بمولودها الاول ومرت عليها شهور الحمل بطيئة مملة مصحوبة بعناء الحمل ومشاقه العسيرة وحان الساعة الولادة واشتدت الام المخاض على تلك الفتاة الصالحة وتعسرت ولادتها كولادة طبيعية فاسرع بها زوجها الى المستشفى الوحيد في المدينة لتتم ولادتها تحت اشراف طبيبة النساء والولادة في ذلك المستشفى المتواضع ولكن المفاجأة كانت ان طبيبة النساء تلك كانت في اجازة اضطرارية ولن تعود الى عملها الا بعد اربعة ايام ولا يوجد واحد يقوم بعملية التوليد الا طبيب رجل ووسط الالم الرهيبة التي تعاني منها زوجته رق قلبه لها فوافق على ان يجري لها الطبيب الرجل عملية الولادة القيصرية على اعتبار ان هذا من باب الضرورات ثم عاد الى زوجته التي تئن وتصرخ وتتلوى من شدة الالم واخبرها بهذا النبأ المؤلم فما كان من الزوجة الا ان صرخت باعلى صوتها قائلة والله لا يكون هذا ابدا رجل يولدني ليت امي لم تلدني فبدر زوجها قائلا زوجتي العزيزة ارجوك افهميني انا لست ممن نزعت الغير من قلوبهم فاصبحوا يرضون بان تتكشف نساؤهم ومحارمهم امام الرجال الجانب حتى ولو كانوا اطباء ولكن مراعاة مني لحالتك الصحية وافقت على ذلك وانا اخشى ان لم يقم الطبيب باجراء عملية الولادة ان تموتي فقالت له والابتسامة علوم حيها مرحبا بالموت كلنا سنموت ثم انسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تموت في نفاسها شهيد ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه حاول الزوج ان يقنعها ولكنها رفضت بكل اسرار وبالفعل عاد بها الى بيته وما كاد التنظيس على وصولها الى البيت حتى فرج الله عنها كربتها وتمت ولادتها وخرج المولود على خير حال فالحمد لله اولا واخرا فكانت بعد ذلك تداعب زوجها وتقول له ألم أقل لك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه